من هنا تبتدي خطواتنا الأولى من هنا ترتقي درجاتنا أعلى نتوب التاريخ في ورقات ننشر الإحسان والخيرات نبتغي سبول النجاة نمشي على نهج الهدى أديننا دين الحياة وحياتنا حياتنا ورقات غسل الجنابة أمر أوجبه الله وهو حق على المسلم بعد كل جنابة فبه يطهر البدن ويبدد عنه آثار ما فقده فيطيب الإنسان ويزول عنه الكسل فيبعث فيه الحيوية والنشاط فالاغتسال أنفع شيء للبدن والقلب والروح قم Sangat ويجعل عليكم في الدين من حرج لا حياة فالدين خطأ هذا هذه كلمة خطأ لا تقولها أنا دني تبتسل عن أمور عن الجنابة أو مرة تسأل عن الحيث والنفاس وكذا والله شيخ لحيا في الدين واحد تسال دكتور يعني يقولون لحيا في الدين لا الحياة شعبة من الإيمان والحياة وشعبة من الإيمان لا حارج في الدين حديثه مسلم عن المسلم إن الله لا يستحي من الحق أنا امرأة أحترم ولا أجد الماء قال إن الماء من الماء انتهى الله لا يستحي من الحق وما جعل لكم في الدين من حارج اليوم رح تكلم عن غسل الجنابة حلقة كامل عن الاختصار الصحيح الغسل المجزئ والغسل الكامل صفته وآدابه رح نقولها ما في حارج لا حارج في الدين غالط ها قلناها نقول لا حارج في الدين هذه المعلومات لازم نعرفها ونعلمها عياننا ونتعلم أننا كأزواج قد يحتمل إنسان وقد يجد ما يجد يغتسب وفرق بينه يعني الغسل الكامل وغسل المجزئ كل هذا رح يكون في حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى حياتنا حياتنا ورقا احنا تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض الأداب وبعض السنن حتى في غسل الجنابة مو عيب إن الإنسان إنه ما يعرف بعض الأحكام لكن عيب إنه ما يتعلم أخطائه أنا تعجم بعض الناس بلغ من السن قد يكون متزوج وقد تكون بنت متزوجة وما تعرف غسل الجنابة والغسل والطهارة من الحدث الأكبر الطهارة من الحيض والنفاس أو غسل الجنابة لا حياة في الدين لا غراطة قلناها الحياة شعبة من الإيمان لا حارج في الدين أو تقول إن الله لا يستحي من الحق الغسل من الجنابة الغسل من الحدث الأكبر قد يحتلم الإنسان أو يأتي أهله ويصبح جنوبا أراد أن يغتسر يغتسر غسل قسمة في غسل مجزئ يمشي الحال في غسل كامل الغسل المجزئ أنا على جنابه أول شرط أني أنوي في قلب يرفع الجنابه شون يعني أنوي وأنا داخل الحمام ما فيني يتلفظ بالقلب أني أنا تحكي ويقول نويتني يغتسل لا لا ما في شي نويت تكلم منه الله تعالى يقول أتعلم أن الله بدينكم وقال عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل من الإمان وام قال ابن تيمي شيخ للسلام والترفض بالنية نقص في الدين والعقل قال الإمام النووي وهو من أمية شافعية أخطأ من أصحابه من قال أن نطق بها سنة إنما قول الله أكبر هذا في الترفض بالنية في الصلاة وغيرها ما في ترفض بالنية أبدا ديننا كله لم يأمر بأن الإنسان يترفض بالنية لأن الأعمال بالنيات أما الحج والعمرة تقول لبك الله بحج تدخل في الحج لبك الله بعمرة تدخل في عمرة الله أكبر تدخل في الصلاة لبك الله بعمرة يقول الشيخ بن عثمين تدخل في النسك والله أكبر تدخل في الصلاة ما قال نويتنا الحج أو نويتنا اعتمر لبك الله بعمرة متمتع بها للحج الغسل المجزع أنك تنوي رفع الجنابة أنا وفي قلبي أنا أرفع الجنابة أنا على جنابة أدخل حمام بنية الاقتصال رفع الجنابة تخيل أنا على جنابة وكان في حمام سباحة والشباب طبين حمام سباحة يلا وياهم وطب معهم وتسبع وتسبع وطلعت وذكرت أنا على جنابة من أمس في الحالة هذا ما ترتفع جنابة تقتسل مرة ثانية لأنك لم تنوي في قلب ترفع جنابة هذا هو شر ثانيا أن يعم البدن كله بالماء جسمك من رأسك إلى مخمص قدميك يحوش ماء مع مضمضة وانت قاعد تقتسل وصل ماء داخل والاستنشاق مع مرة واحدة أنفك هنا ارتفعت الجنابة فتحت الدوش مرة واحدة كذي مضمضة وانتشاق ترتفع جنابة جزء تصلي بدن وضوء لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا قال فاتطهروا مقر وتوضعوا فهذا المجزء اللي مشي الحال ترتفع به الجنابة وتقرأ القرآن فيه وتصلي فيه وتمارس حياتك الطبيعية هذا المجزء لكن الغسل الكامل الغسل الكامل الذي كان عليه النبي عليه السلام هو أول تخسر أثر الجنابة ثانيا تحت رأسك ثلاث حثيات بعد فيه حثيات تصب هكذا لا يعني مثل الدوش رأسك ثلاث مرات بعدين تقسل الشق الأيمن بعدين تقسل الشق الأيسر وتتحر أماكن الماء لا يصيبها مثال بين الفخذين السرة أطراف الأصابة بعض الأصابة بعض الأصابة قد يكون اللهم بارك مليانا شوي هكذا يحرك الماء تحت الصدر وبعضهم عندهم الله مبارك يعني وزن زايد يصل الماء إلى تحت الشعر وتحت الجلد فهنا ارتفعت الجنابة تقسل رجيك وتطلع أعيد غسل كامل تقسل أثر الجنابة اثنين تتوضى وضوك للصلاة الوضوء كامل تخلي رجيك آخر شيء طبعا ثلاثة رأسك ثلاث حثيات بعدين تقسل الشق الأيمن كامل بعدين تقسل الشق الأيسر كامل بعدين ماذا تفعل فيها ماكما يصيبها ما غسل قدمك واخروج هذا هو الغسل الكامل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصف غسله وأمهات المؤمنين معيب الإنسان لا يخطئ لكن أم عقوله ما تعرف غسل الجنابة الصحيح المجزئ اللي يمشي الحال ترى منازم شامبو صابون وجل شوار وسوال فهذه ما يلزم في الغسل الكامل تاخذ راحتك لأن بعض الناس للأسف للأسف يطول في الماء ويغتسل يصب ماء ماء يعني كان عليه الصلاة والسلام أطهر الخلق يغتسل خمس أمداد خمس مد مثل هذا ياخذ ماء خمسة يغسل غسل كامل مو كأنا الماء شوي خمس أمداد زي يتغسل بس كف عند بعض الناس خمس أمداد غسل النبي عليه الصلاة والسلام كامل نبي أبي وأما عليه الصلاة والسلام هذا اللذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجزئ الكامل كذلك تأتيب تغسل كامل شغل أيمن أيثر سكر الماء ورش قل الماء بعض الناس يشغل الماء ينطر ويحفرش إسنانه ويحط شامب وما يشغل بس لأسراف لا تصرف كما يقولون وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَهْرٍ تُسَالَ عَنْ هَذَا الْمَاءِ وَالْإِسْرَافِ مُحَرَّمٍ وَلَا يَجُوْسٍ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى فِي الْبَحَرْرِ الْإِسْرَافِ مَفْوظٍ وَالإِنسان إذا راضي أن يغتسر يغتسر لغسل الذي كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم عندي مسألة أختم بها الآن برد عندنا يمكن ولو واحد يروح البر وقام جنوباً وما عنده ما يغتسر وما يما يكفيه يتيمم ضربة واحدة يمسح وجهه وظاهر كفيه مرة واحدة ويصلي ولا حرج عليه طيب الجنابة أثر الجنابة على منابسي المني طاهر ولو كان منابسك فيها مني المني طاهر كما قالت أمنا عائشة كنت أحكه بظفري وراء أثر المني في ثوب النبي عليه السلام ويصلي فيه بعد ما جف ما في حرج إن شاء الله تعالى هل لازم إنسان إذا كانوا جنوباً يبدل منابسه ما ينزم المؤمن لا ينجس ولمني طاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شد حيلك وعرف دينك وتعلم دينك وتعلم حكام دينك وهذا أمر طيب أن الإنسان يتفقه في الدين من يريد الله به خير يفقه في الدين اللهم يفقنا في أمر ديننا وحب بلادنا وعمرنا شوفكم أخير للشهر وتعالى غسل الجنابة واجب على التراخل على الفور إلا أنه يستحب عدم التكاسل والمبادرة إلى الغسل كي يستعيد المسلم نشاطه وهمته سريعة ويعود لاستئناف عباداته من هنا تبتدي خطواتنا الأولى من هنا ترتقي درجاتنا أعلى نكتب التاريخ في ورقات هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية